ونودع ضيوفنا ونرجع إلى أشغالنا في ظروف تليق بهذا المجلس الموقر وتليق بما يستوجبه حضور ضيوفنا الكرام حتى نتجاوب مع هذه اللحظة التاريخية الهمة التي تعيشها تونس ويعيشها المجلس الوطني التأسيسي اتفضل سيد مقر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نعتيك الكلمة في نهاية الكلمة لقد كانت بلادنا سباقة إلى الدسترة منذ القديم فقد حدثنا التاريخ عن دستور قرطاج احتراما لضيوفنا لا بد أن تتواصل هذه الجلسة في كنف الاحترام المتبادل تفضل سيد لقد كانت بلادنا سباقة إلى الدسترة منذ القديم فقد حدثنا التاريخ عن دستور قرطاج الذي لا إن لم تبقى نسخة من أحكامه فإن تقييم مضامينه والإشادة بها وبتمييزها مقارنةً بدستير بعض حواظر اليونان في تلك الحقبة التاريخية شاهدٌ على تفرُّده وعلى ما أقامه من نظام حكم قوامه الجمع بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة ثم جاء الفتح الإسلامي وعاشت بلادنا جزءًا من أمةٍ مترامية الأطراف كانت تراف وثيقة المدينة المنورة التي سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم دستورًا لإعلاء المواطنة وقيم التعاون على البر ونصرة المظهوم وإقرار المسؤولية الشخصية على الفعل وفي العصر الحديث كانت بلادنا أيضًا سباقةً عربيًا بإصدار عهد الأمان في 1857 ثم كان لها دستور 1861 الذي أقرَّ بعض الضوابط لسلطة الباي وأرسل مجلس الأكبر غير أن هذا الدستور لم يُعمِّر طويلاً إذ تم تعليق العمل به في 1864 بعد معركة التحرير ضد الاستعمار وقبيل الاستقلال تم انتخاب مجلسٍ قوميٍ تأسيسي التهم في أول اجتماعٍ غداة الاستقلال وقد أوكلت له مهمة سن دستورٍ للمملكة ولكنه أطاح بالملكية وأعلن الجمهورية واستكمل سن الدستور بعد قرابة الثلاث سنواتٍ من تشكيله وقد كانت تركيبة ذلك المجلس كلها من نواب الجبهة القومية مما سهل تغيير التوجهات أكثر من مرة وكان لتونس تستور الأول من جمع 1959 الذي تضمن في صيغته الأصلية أنذاك 64 فصلاً نصت على عديد الفترة والحريات طيب نرفع نرفع الجلسة لتوديع ظروفنا نرفع الجلسة لتوديع ظروفنا ونعود إلى المعمع ترجمة نانسي قنقر